اشتركوا في القناة كانت توجد صديقة أمريكية مقربة إليها وكانت تزورها في منزلها ويتنقشون الدراسة معا وفي إحدى المرات وهي تزور صديقتها كان أخاها بالمنزل ورأى هذه الفتاة المسلمة فأعجب بها وما زاد إعجابه أكثر عفتها لكونها مسلمة فقرر الشاب أن يقترب منها وحاوب بكل الطرق وجعل أخته تلح عليها مرات ومرات ولكنها دائما كانت ترفض حتى أتى شاب يوما إلى الفتاة وعرض عليها مليون دولار مقابل أن ترسل له صورتها وهي بدون ثيابها فرفضت الفتاة وانصرفت على الفور ولكن الشاب ظل يلح ويحاول أن يغريها حتى وصل المبلغ إلى خمسة مليون دولار هنا بكل أسف وفقت الفتاة بسبب الحاجة الشديدة ومضايقته لها الدائمة كما أنها خافت من أن يتسبب الشاب في عزيتها بما يملك من مال وأخذت منه المبلغ ووعدته بأن ترسل له الصورة غدا ثم انصرفت وقامت الفتاة بشراء فستان غالي الثمن واتصلت بصديقتها التي هي أخت الشاب لتأتي لها السكن وعندما أتت طلبت منها أن تدخل تقيس الفستان لترى رأيها بالفستان هل حقا يصدحك الثمن؟ وظلت تشكر فيه الأخت بعد أن ارتدته فأخذت الفتاة منها الفستان وغابت دقائت ثم عادت وأعطته للصديقة وقالت لها هذه هدية لك وليس لي لأنه لا يناسبني مثل ما يناسبك فأخذته الصديقة وهي سعيدة جدا ولم تصدق نفسها حيث أن هذا الفستان كانت تتمناه منذ فترة كبيرة وأي فتاة بأمريكا تتمناه ثم شكرت الصديقة وذهبت وحينما غادرت صديقتها قامت الفتاة على الفور ترك أمريكا والعودة إلى بلادها ومن ثم أرسلت للشاب رسالة تقول له أيها الشاب الحقير لقد أرسلت للشاب رسالة تقول له أيها الشاب الحقير لقد أرسلت لك طلبك الذي تريده فتاة بدون ثياب ولا عفة ولا دين ولكنها ليس أنا بل أختك الذي أغراها فستان من نوع جديد فتش جيداً بداخل الفستان الذي أهديته لأختك وإن لم تجد سأرسل لك من صورها المزيد أما فلوسك الآن فهي الآن في يد الفقراء والمساكين فنحن نساء العرب لا نباع لا نبيع الدين فقد تربينا على خلق ذوجات النبي محمد أمهات المؤمنين شكراً للمشاهدة